ماذا تيار الإصلاحي في حركة فتح أعمال مؤتمره التنظيمي في غزة ليحدد رؤية لمواجهة حالة الترد السائدة في الأوضاع الفلسطينية المؤتمر يسعى لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة العمل الوطني إلى مساره الصحيح وشدد القياد محمد دحلان خلال المؤتمر على أهمية وحدة حركة فتح وعودتها للنضال كضرورة وطنية ملحة وأكد القياد محمد دحلان على ضرورة استعادة دور فتح على مختلف الأصعدة مشيرا إلى أنه لا خلاف مع أحد والمصالح الشخصية هي سبب الانقسام ما هي القضايا التي يركز عليها المؤتمر؟ وهل بات الطريق مسدودا أمام حل الدولتين لكي يأخذ دحلان بحل الدولة الواحدة كبديل؟ وما هي المسارات لمعالجة الأوضاع السياسية الفلسطينية؟ الصراحة لم تكن مطلوبة في العمل الوطني الفلسطيني بقدر ما هي مطلوبة اليوم والجراءة على اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع طبيعة الواقع وتحدياته لم تصبح ضرورة قصوى إلا بمقدار من حرف المسار الفلسطيني النضالي عن جادة الصواب محمد دحلان القيادي الفلسطيني الذي خاطب مؤتمر التيار الإصلاحي في حركة فتح لم تنقصه الصراحة ولا الجراءة ولا القدرة على كسر القوالب الجامدة التي قادت الأوضاع الفلسطينية والسلطة بالدرجة الأولى إلى ما هي عليه من تمزق وشلل وتيه دحلان قدم رؤية تستند إلى خمس ركائز الأولى السعي لاستعادة وحدة حركة فتح وإنهاء مرحلة الإقصاء والتفرد والإنحراف لكي لا يضيع تاريخ هذه الحركة وإرثها الكفاحي والثانية هي أنه لا سلام يتأسس على رضوخ ولا رضوخ يعلي من شأن قضية أو يسترجع حقوقا وذلك في إشارة صريحة إلى ضعف الخطاب الرسمي الفلسطيني وعدزه عن الارتفاع إلى مستوى الموقف الشعبي من الاحتلال والثالثة هي أن كارثة الانقسام الوطني لا يمكن حلها لا بطروحات متشددة ولا بمرونة رخيصة والأساس الذي يمكن للوحدة أن يعاد بناؤها عليه هو البرنامج السياسي الصادر عن دورة الاستقلال في المجلس الوطني الفلسطيني كبرنامج واقعي ووثيقة الأسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني كبرنامج عملي ريثما تتوفر الإمكانية لتطويرهما والرابعة هي أن حل الدولتين تم تدميره من جانب الاحتلال وهو ما يمل الأخذ بحل الدولة الواحدة ليقرر المستقبل نتائج الصراع بين نظام احتلالي عنصري وبين شعب لا يستطيع أحد أن يقتلعه من أرضه والخامسة هي السعي لعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي انتهى في واقعه الراهن إلى سلطة ديكتاتورية أشد وقعا من ظلم الاحتلال وبحسب دحلان فمن دون قيادة موثوقة ومنتخبة من الشعب فإن التوافق الوطني على برنامج سياسي لا يشكل حصانة كافية تمكن الفلسطينيين من تحقيق الاستقلال الوطني المنشود وحيثما ينتظر الفلسطينيون الأفضل فقد انتهى دحلان بأن طالب مؤتمر التيار بأن يختار لقيادته الأفضل الصراحة في مواجهة التردي في الواقع الفلسطيني والجراءة على اختيار سبل الخروج من دائرة الفشل كانت هما الركيزة والعنوان مشاهدين نبدأ النقاش في هذا الملاف وأرحب بضيفاي ينضم إلينا من غزة أستاذ عزام شعف المتحدث باسم المؤتمر التنظيمي لحركة فتحة أهلا بك معنا أرحب أيضا من عمان بسيد رجل طلب الكاتب والباحث السياسي أهلا بكم ضيفاي الكريمين أبدأ من غزة سيد عزام أبدأ معك من حيث هذا المؤتمر التوقيت والمكان ماذا يريد التيار الإصلاحي من عقد مؤتمره الأول الآن في هذا التوقيت باعتقادك سيد عزام يبدو أن لا يسمعني في هذه اللحظات سأنتقل إلى سيد رجا ربما تفيدنا بإجابة عن هذا السؤال هل هناك باعتقادك رسائل أو أي دلالات لعقد هذا المؤتمر الأول لتيار الإصلاح في غزة في هذا التوقيت ولمن توجه هذه الرسايل باعتقادك يعني التيار الإصلاحي مؤمن تماما بالعملية الدموقراطية الداخلية داخل حركة فتح ولذلك دعا مبكرا في الكثير من المناسبات إلى ضرورة تجديد جسد وحيوية الحركة وأي حركة سياسية وتحديدا حركات الثورية التي تقارع نوع من أنواع الاحتلال كالاحتلال الإسرائيلي عليها دائما أن تجدد خلاياها النضالية عبر عملية دموقراطية وهذه واحدة من الرسائل المهمة التي يجب أن يسمحها من يجلسون على المقاعد ما يسمى بالقيادة في رامالله الذين رفضوا حتى تجديد الأطر السياسية الأساسية للنظام السياسي الفلسطيني الذي احترأ تقريبا هذه رسالة أساسية الرسالة الأخرى للشعب الفلسطيني بأنه يجب أن يكون النضال دائما مقرورا بالتشاركية والديمقراطية لا يمكن فصل حركة ثورية أو حركة نضالية عن وجود تنظيم وهذا التنظيم يكون قائم على الدموقراطية والانتخاب والتشاركية عدد ذلك يتحول أي تنظيم إلى نوع من أنواع العصابات أو نوع من أنواع التكتلات الهلامية التي لا تحمل أي معنى ولا لها أي تأثير طيب لماذا الآن في هذا التوقيت نشهد انعقد هذا المؤتمر ومن حيث دلالات المكان أيضا لماذا ينعقد في غزة؟ لماذا لا يعقد في القدس؟ لماذا لا يعقد في الشتات؟ هل هناك أي دلالات لذلك باعتقادك؟ نعم غزة هي حقيقة حاضنة للتيار علينا أن لا نغفل هذه النقطة وغزة هي المساحة الوحيدة التي يمارس فيها التيار فلسطينيته بالكامل دون أي انتقاص من هذه الفلسطينية مع كل الاحترام لكل الحلفاء الموجودين للتيار في الخارج إلى أن غزة هي موطن أصلي هي جزء من أرض فلسطين رمالة تعلمين تماما أنها هي مساحة معادية للأسف عندما يتحول جزء من أرض الوطن إلى مساحة معادية لأبناء الوطن هناك خلل واضح ولكن غزة هي التربة المناسبة لعقد هذا المؤتمر ولذلك انعقد في غزة بهذه الأريحية التي ترينها وبهذه القرارات الجريئة وبهذا التفاعل الحيوي الذي سيعطي نتائج مؤكدة إيجابية على صعيد العمل الوطني الفلسطيني طيب ألا تخشون أيضا أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت ربما يفهم على أنه إن شقاق ونحن على أبواب مؤتمر فتح هذا طبعا صعب جدا لسبب أول نتيجة يمكن استخلاصها من انعقاد هذا المؤتمر هو التأكيد على فتحوية التيار الإصلاحي لو كان التيار الإصلاحي لديه أي نزاعات انفصالية أو أي نزاعات للخروج من داخل الحركة أو ما سمى محمود عباس التجنح أو خلافه من هذه التسميات الفارغة لكان منذ زمن هو تنظيم مستقل ولكن في هذا المؤتمر أكد مرارا عديدة المجتمعون وكلمة الأخ محمد دحلان أن هناك عمل دؤوب لأعادة ترميم جسد حركة فتح وإعطائها الدور القياد التاريخي الذي قاد عربة النضال الفلسطيني فحركة فتح بهذا التاريخ العريق والتيار الإصلاحي وقيادته التي كانت جزءا أصيلا من حركة فتح لن تتنازل مطلقا عن هذه التسمية العريقة وهذه التسمية التي شرفت مناظرين كثير في العالم ولكن اسمح لي هنا سيد عزام وإن كان هذا المؤتمر خرج بهذا الخطاب والنفس الوحدوي الذي يدعو إليه ويدعو أيضا للشراكة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام إلا أنه يفهم لا يزال حتى هذه اللحظة من قبل حركة فتحة الرسمية على أنه انشخاق خصا نخرج أيضا ببرنامج سياسي لم يعد شبيه لبرنامج حركة فتح ولا يحمل لا قواسم مشتركة سياسية ولا تنظيمية على أي أساس يتحدث تيار أيضا الآن عن إصلاح حركة فتح في ظل هذا الانقسام بين الطرفين سيد رجا يا سيدتي المؤتمر والأخ القائد محمد دحلان قدم مرافعة واضحة في هذا الموضوع حيث قال أنه نحن يدنا ممدودة لجميع الأخوة ليس فقط في رمالله ممدودة لكل الأخوة الفلسطينيين الآن العلاقات مثلا مع حماس علاقات نستطيع أن نقول أنها قائمة على تفاهم وعلى الاحترام المشترك والتبادل المشترك في المصلحة الوطنية وفهم المصلحة الوطنية ولذلك ليس هناك نواية من أجل أن يكون التيار خارج حالة فتح التيار حريص بعد عقد كامل من تشكيله هو الآن يؤكد فتحاويته فبالتالي هو ليس لديه أي نواية للخروج من فتح أو الانشقاق عن فتح أو بناء أي هيكل تنظيمي آخر أصبح جاهز معنا سيد عزام شاعة وجود الترحيب بك معنا سيد عزام ماذا يريد التيار من عقاد المؤتمر الآن في هذا التوقيت نعم تسمعني أستاذ عزام يبدو أن سيد عزام لا يسمعني حتى هذه اللحظة أود إليك سيد رجا يعني بتقول أنه لا نواية لانشقاق هل باعتقادك الآن بعد عقاد هذا المؤتمر هل هذه الخطوة يمكن أن تصلح العلاقة بين التيار وحركة فتح أم ربما قد تزيد من سوء هذه العلاقة كيف سيكون شكل هذه العلاقة مستقبلا ما بعد ذلك وتأثير هذا المؤتمر من حيث المبدأ سيدتي يجب أن لا تزيد العلاقة سوءا من المفترض بعد أن تحدث الأخي محمد دحلان وقال أن يدنا ممدودة للكل وللجميع يجب أن يكون هناك ردفع الإيجابي وإن لم يكن هناك ردفع الإيجابي إذن هناك إسرار على أن يكون الطرف الآخر هو الذي يريد أن يقطع جسد حركة فتح لمزيد من إضعافها وهنا تظهر الحقائق للجمهور لكن إن كان هناك نوايا سيئة وهناك نوايا سيئة للطرف الآخر حسب اعتقادي فأنه لن يكون هناك ردود إيجابية على هذه الدعوة التي تسامى فيها التيار وقيادته عن الكثير من الإساءات والتشويه والتنكيل في بعض الحالات بعناصر التيار طيب على مدار 15 عام فشلت كل هذه المساعي الداخلية والدولية لإنهاء حالة الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية يعني باعتقادك الآن على ضوء هذه الدعوة التي يحملها هذا المؤتمر لعودة الوحدة هل لازالت فكرة الوحدة ممكنة بعد كل هذه السنوات وكل هذه المساعي هل ما طرحوا هذا المؤتمر في هذا السياق ممكن كما تعلمين الذي يعيق الوحدة والانسجام الوطني إن صح التعبير أو إعادة اللحمة الوطنية لجسد النضال الوطني الفلسطيني هو قائم على أسباب في أغلبها ذات نزعة فردية ومصالح شخصية أكثر مما هو خلاف عقائد قائم على أيدولوجيا أو على فهم سياسي معين أو نهج سياسي معين ولذلك لا يوجد حركة في التاريخ تبقى على حالها هذا شعب حيوي الشعب الفلسطيني وشعب من أكثر الشعوب قدرة على إعادة إنتاج ذاته بطرق إبداعية جديدة لذلك أرى دائما أن الأفق هو للأمل وليس للياس لذلك أعتقد أن قادم الأيام سيكون له تأثير كبير على تغيير شكل الحركة الوطنية الفلسطينية وخاصة في حال غياب بعض القيادات التي شاخت وانتهت انتهت سياسيا وانتهت شعبيا وانتهت أخلاقيا حتى فبالتالي لن يبقى الوضع على ما هو عليه بكل تأكيد طيب في نقطة لافتة في خطاب القيادة محمد دحلان عندما يقول أقول بأن محمد دحلان أقبل بخيار الدولة الواحدة كتحدي بعد أن حطم الاحتلال كل أسس حل الدولتين ومقاوماته لأن حل الدولة الواحدة سيصبح بديل طبيعي لوهم حل الدولتين باعتقادك هل هذه رؤية شخصية للقيادة محمد دحلان أم أنها تنطوي على رؤية حزبية للتيار تيار الإصلاح سيدتي هذا الطرح الأخ محمد دحلان هو تم طرحه في أكثر من معهد دراسات معهد كارينجي مثلا دكتور مروان المعشر تحدث مؤخرا عن أن هذا هو الحل بعد انتهاء وتحطيم حل الدولتين ولكن كما تعلمين أن إسرائيل عقدتها الأساسية ليست الجغرافيا عقدتها الأساسية هي الديمغرافيا الفلسطينية الموجودة في أحشاء ما يسمى بدولة إسرائيل وبالتالي حل الدولة الواحدة يمكن أن يكون هو الحل النهائي إن لم تقبل إسرائيل بحل الدولتين وهو الآن بات الحل النهائي إسرائيل لم تقبل به لاعتبارات عديدة لخوفها من أن تصبح رهينة داخل الدمغرافيا الفلسطينية ولكن عاجلا أم آجلا سيكون الفلسطيني هو الذي يسيطر على جغرافيته ولن تستطيع إسرائيل سأعود إليك بهذه النقطة ولكن حتى لا نطيل لأنه أصبح سيد عزام شعب جاهز معنا وأتمنى أن تسمعني الآن سيد عزام يعني فاتك الكثير بهذا الحوار ولكن أعود لنقطة الأساسية التي طرحت عليك منذ بداية هذا البرنامج ماذا يريد التيار من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يريد التيار في انعقاد المؤتمر التنظيمي لحرنكة فتح في ساحة غزة أن يؤكد على رسائل مهمة الرسالة الأولى باتجاه حرنكة فتح أن حرنكة فتح ينبغي عليها أن تنمارس دورها الطليعي ورائد الذي تابعه جموع الفلسطينيين وعرفه العالم خلال السنوات الماضية ينبغي لحرنكة فتح أن تعود إلى أصولها وينبغي أن تقوم بعملية إصلاح جادة وتنهي الخلافات الداخلية وأن تتبع سبيل الديمقراطية وأن لا تقصي أحد من صفوفها وهذه هي رسالة الأولى رسالة الوحدة الفتحاوية الداخلية التي طالما طالب بها تيار الإصلاح الديمقراطي وقيادة تيار الإصلاح الديمقراطي كيف هو السبيل للوحدة باعتقادك سيد عزام؟ هل هذا الطرح لازال ممكن بعد كل هذه المساعي بالفعل لإنهاء حالة الانقسام على الصعيد الداخلي وعلى الخارجي؟ كيف هو السبيل لتحقيق هذه الوحدة باعتقادك؟ السبيل أن تنتهي كل الإجراءات التي لا تحتكم إلى نظام ولا إلى قانون إجراءات الداخلية ضد الفتحاوين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة أن يدرك السيدة الرئيس محمود عباس وجماعته في حرنكة فتح أن السبيل وأن الخلاص وأن وحدة حرنكة فتح هي رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني وأن يبدأ عملية جادة في موضوع إنهاء الخلافات الداخلية وترتيب أوضاع الحركة تعلمون أن حرنكة فتح تعاني معاناة شديدة في أوضاعها الداخلية ترهلت قواها وتنظيمها الداخلي وبنيانها التنظيمية خلال السنوات الأخيرة المطلوب دائما أن تكون هناك نية جادة من أجل انطلاق وحدة فتحاوية كان تيار الإصلاح طيلة السنوات الماضية ينادي بالوحدة كخيار مهم وأساسي وثبت هذا في كل أدبياته خلال السنوات الماضية وكيف ذلك؟ ما الذي فعله تحديدا لتحقيق هذه المصالحة؟ نبدأ بعملية إصلاح جادة على صعيد داخل حركة فتح أو بين حركة فتح وحمل نختار قيادة من الشباب والمرأة نختار الذين يمثلون حركة فتح في قطاع غزة وهذا الأمر سيمتد إلى الساحات الأخرى نحن في هذا السبيل نقوم بالدور المطلوب منا نقوم بمراكمة العمل والجهد الذي أسس له تيار الإصلاح الدين مكرطي في حركة فتح خلال السنوات الماضية منذ نشأة التيار قام بأدوار مهمة على المستوى الوطني على المستوى التنظيمي على مستوى بناء الهياكل القاعدية والوسيطة والقيادية وقام بأدوار مهمة من أجل تقوية هذا البناء الهيكلي نعتبر أن ما نقوم به اليوم هو مقدمة أساسية ودائما نقول أن هذا من داخل فتح فتح بيتنا الكبير وفتح خيمتنا الجامعة وينبغي أن نقوم بمسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية ومسؤولياتنا التنظيمية اتجاه هذا البناء من أجل إصلاحه وفي كل الأحوال وفي كل الأوقات لا نترك حركة فتح في ظل أوضاعها المتراجعة والمتربية حتى يمين أحد علينا من أجل إصلاح حركة فتح نحن جادون الآن في عملية إصلاح جادة في مؤسسات حركة فتح تصعيد قيادة في ساحة غزة ولا يسمعني عملية ديمتراطية وعملية الإصلاح في كل محافظات تطاع غزة إلى حين إصلاح الصوت مع سيد عزام سيد رجا تعقيب على النقطة التي انتهيت معك فيها مسألة أن الحل حل الدولة الواحدة يمكن أن يكون هو الحل النهائي ولكن هذه النقطة إذا ما سمحت أن تشرح لنا أكثر يعني ماذا يعني القبول بخيار الدولة الواحدة وكيف يمكن تفسير ذلك الآن وألا يعني ذلك باعتقادك التخلي عن حل الدولتين بعد ما قتلنا من أجل إقناع المجتمع الدولي طوال سنوات طويلة في الماضي بهذه الرؤية هل من المناسب الآن التخلي عن فكرة حل الدولتين وإن كانت يصعب تطبيقها في هذه اللحظة لنكون دقيقين سيدتي يعني عمليا هذا خيار نهائي لا يوجد أمام الفلسطيني إلا أن يكرس واقع جديد يخلق هذا الواقع أمور قصرية تجبر الاحتلال على التراجع عن عملية إلغاء حل الدولتين حل الدولتين على مدى 12 سنة متتالية كان نتنياهو يوميا يخطط لإنهائه ونجح أخيرا حقيقة لا يوجد مجال لإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 67 لذلك حل الدولة الواحدة هو القنبلة التي يمكن أن تقتل الاحتلال الإسرائيلي القنبلة الديمغرافية التي أنا لا أقول أن هذا الحل سيكون ناجزا الآن هذا الحل هو الذي سيغير مصاري القضية من خلال الديمغرافيا ومن خلال فرض واقع ديمغرافي على الجغرافية الفلسطينية سواء في الـ 48 أو في الـ 67 يفرض على إسرائيل الاعتراف بأن هناك شعب آخر موجود على هذه الأرض يجب أن نتشارك معه في كل شيء سيد عزام سيد رجا حل الدولة الواحدة أساسا تبناته منظمة التحرير الفلسطينية منذ الستينات يعني هو مطروح ولكن وبدأنا بالفعل منذ القدم نسمع أصواته وأكد على أو تدعو لحل الدولة الواحدة ولكن هل تقبل به إسرائيل وماذا عن موقف الفصائل والقوى الفلسطينية من هذه الرؤية يعني هذا أمر مطروح هذا ليس فرض على أحد الآن في ظل غياب وعدم إمكانية حل الدولتين هناك فرضية أخرى وهناك مصار آخر وهناك رؤية أخرى اللي هي حل الدولة الواحدة لكن إذا لم تقبل به الفصائل هذا أمر متروك للنقاش والجدل لذلك التيار تحدث عن برنامج وطني يجب أن يكون من بين الأشياء التي يجب تدارسها واتعمق فيها بعد انتهاء حل الدولتين عمليا حل الدولة الواحدة إذن هو خيار وليس فرض هو برنامج وطبعا البرامج السياسية كما تعلمين سيدتي تتطور على ضوء الوقائع الجديدة مثل أي شيء يعني تجدد نفسها وتتأقلم مع الواقع وتغير في الواقع قدر ما تستطيع هو مشروع ليس أكثر من مشروع طب هذا المشروع هل له مؤيدين من الجانب الفلسطيني ومن الجانب الإسرائيلي؟ هذا المشروع هل له مؤيدين من الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي؟ بالجانب الفلسطيني أعتقد ضئيل جدا من يؤيد هذا الخيار ولكن في الجانب الإسرائيلي هو مطروح للنقاش منذ فترة طويلة وهناك تحذيرات من العدد كبير من الكتاب والسياسيين الإسرائيليين يحذرون نتنياهو كان وقت ذاك والآن يحذرون هذه الحكومة علينا أن نفكر بحل سياسي لكي لا يفرض علينا حل الدولة الواحدة لا أعلم إذا أستاذ عزام يسمعني الآن أستاذ عزام هذا الخيار المطروح الآن في هذه الرؤية التي طرحها القيادة محمد دحلان هل هي رؤية شخصية أم تمثل الحزب تيار الإصلاح أولا وماذا يعني هذا الطرح عند الحديث عن خيار الدولة الواحدة كحل يبدو أن سيد عزام لا يسمعني حتى هذه اللحظة طيب سيد رجا هل هناك من يرعى ترح من هذا النوع على الصعيد الدولي مسألة حل الدولة الواحدة يعني أعتقد أن هذا الحل سيصبح له حضوره خلال الفترة القادمة لأنه على أثر ما يجري على الأرض والممارسات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال سواء في داخل الـ 48 أو داخل أراضي الـ 67 هناك تقدم نحو هذا الخيار إسرائيل أنهت تماما حل الدولتين ومعظم السياسيين في العالم يتحدثون الآن عن موت خيار حل الدولتين ويفكرون حقيقة في حل آخر ولا يوجد بالأفق إلى هذه اللحظة أي حل سوى حل الدولة الواحدة لذلك سيأخذ واقعيته وامتداده في المدارس السياسية وحضوره في المدارس السياسية والبرامج السياسية على الصعيد العربي والفلسطيني والدولي بقوة خلال الفترة القادمة أشكرك جزيلا سيد رجال طالب الكاتب والبحث السياسي من عمان ونعتذر للخلل الفني وعدم تمكن سيد عزام شعث المتحدث باسم المؤتبر التنظيمي لحركة فتح من مشاركتنا على العموم شكرا جزيلا لكم